الحمد لله حق حمده وصلى الله وسلم على نبيه وعبده وآله وصحبه ووفده وجنده ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسأل الله لي ولكم النجاة والنجاح في الدنيا والآخرة هذه سلسلة مباركة في رمضان المبارك بعنوان قبس من الوحي عنوان كبير يدل على خير كثير فهو اقتباس من وحي الله عز وجل من السماء إلى الأرض وحي نستنبط منه هذه الأنوار النبوية المصطفوية وهذه الدلالات الإلهية من كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نريد أن نجعلها نبراسا ونورا ودستور حياة نسير به في طريق الدنيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور في هذه الحلقات الطيبات اخترنا مجموعة من المواضيع نحسبها والله أعلم نافعة للمستمعين والمستمعات اليوم إن شاء الله تعالى أتكلم على موضوع شغل كثيرا من الناس بل هو في الحقيقة طموح مشروع لكل آدمي ألا وهو موضوع حقيقة السعادة يختلف الناس في فهمهم وتعريفهم وحدهم لضابط ومقياس السعادة ما هي السعادة الحقيقية كيف نحقق السعادة هل من يبدو لك سعيدا هو كذلك أو من يبدو لك كئيبا حزينا هو كذلك هذا موضوع تختلف فيه الفهم فالناس بعض الناس يرى أن السعادة في جمع المال فهذا تجد همه وديدنه أن يجمع المال من كل وجه بغض النظر عن حله وعن حرمته وتجد الآخر أنه يرى السعادة في الجاه عنده أموال طائلة وعنده صحة وعنده لكن يريد كرسيا أو منصبا وهناك من ترى السعادة في أن تكون جميلة وجذابة ومثيرة ومحل الرمق من النظرات وملكة الجمال وسيدة النساء وشيئا من هذا القبيل بعض الناس يرى أن السعادة التي ينشدها في الشهرة يصبح نجما من ستار اتوال يعني تعالف النوت على رياضة أو تعالف كذا أننا لا نقول لعني نحكم عليه أحد بشيء ولكن نريد أن نذكر ما هي أصناف السعادة عند الناس لكن الشريعة أشارت إلى السعادة الحقيقية ربنا عز وجل يقول في آواخر سورة هود وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا وَفِي قِرَاءَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَفِعْلًا لأن كل سعادة في الدنيا لها حدود كل متعة منتهية كل لذة فانية أما السعادة الحقيقية هي عندما تنجو من عذاب الله يوم القيامة والمصير الحقيقي تحت التراب عندما تجيب عن أسئلة منكر ونكر هل يعني هذا أن لا نطلب السعادة في الدنيا؟ ليس كذلك ليس هذا المقصود من كلامنا المقصود من المسلم أن يكون في الدنيا متدينا وأن يعمر الأرض عمارة الكون وعمارة الأرض بالخير بالصناعة قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث فيه معجن بالأعرابي بسنة الدين صحيح إذا قامت القيامة اسمعوا لي وفي يد أحدكم فسيلة هذه كما نقول النبتة الصغيرة وفي يد أحدكم فسيلة ثم استطاع أن يغرسها قبل أن تقوم فليغرسها النبي عليه الصلاة والسلام جعل رزقي تحت ظل رمحي وكان للصحابة مزارعون وفلاحون وكانوا تجارا لكنهم لم يضيعوا دينه من أجل الدنيا تأيس عبد الدنار فقلنا السعادة الحقيقية عندما تنجو ولكن كيف تنجو إذا عشت السعادة الحقيقية في الدنيا كما ذكرنا في درس الجنة والنار جنة الدنيا وجنة الآخرة قال ربنا عز وجل في سورة النحل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن وعد فلا نحيي أنه حياة طيبة ولنجزي أنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون هذه الحياة الطيبة السعيدة التي لا يكدرها ملل ولا نصب ألا تجد الناس تجد إنسان بلغ رتبة عليا في الشهرة وفي النجومية ثم يموت منتحرا أو يحقن نفسه بسم لماذا؟ لأنه بلغ إلى درجة ما زال عنده الفراغ الروحي كما ذكرناها في درس الجنة إذن نقول لا بأس بشيء من المال وشيء من الرزق يستعين به المسلم يتبلغ به في رحلته إلى الدار الآخرة ولكن لا يكون همه المال ولا همه الفاني وإنما عليه أن ينشد السعادة فيما يرضي الله عز وجل ولهذا تجد فقيرا ومريضا مبتسما سعيدا راضيا تجد غنيا متوترا عصبيا خائفا وجلا لماذا؟ لأنه لم يحقق السعادة كثير من الناس دخلوا الإسلام قال لك لم نجد السعادة حتى قرأنا هذا القرآن حتى بعضهم قال لك قرأت قل هو الله أحد دخل الإسلام شفت آثر الوحي على النفوس وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا أنزل هذا القرآن حياة النفوس فهو روح يحيي به الله عباده وخلقه سبحانه وتعالى نسأل الله أن يجعلني وإياكم من السعادة وأن نكون في الدنيا مواطنين صالحين نافعين كالغيث حينثما حللت نفعت في قريتك في بلدتك في إدارتك في شركتك في مدرستك في مسجدك في كل مكان تكون خيرا وتكون رحمة وتكون نورا نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال والصيام والقيام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته